العسكري الإسرائيلي يعلن دائما أنه ليس بصدد الاحتلال وهو لا يستطيع أن يتحمل كلفة الاحتلال والمنطقة لا تستطيع أن تضع الجار السهيوني مرة أخرى بمواجهة أو بجوار الجانب المصري وإلا ما كانت كامبي ديفيد يعني أم النكبات الحقيقية كامبي ديفيد وإلا ما كانت كامبي ديفيد هو سيهدم كل هذا وبالتالي مسألة الاحتلال المباشر أولا هو لا يريدها هو لا يستطيع أن يدفع كلفة العامل الأساس في فهم كل هذا هو هذا الصمود الفلسطيني الرائع هذا الصمود يجعل الإسرائيلي يعني مش الأستاذ أمين ولا الأستاذ صار هي الحائرة الصهيوني نفسه حائر لذلك تتغير الأهداف المعلنة يوما بعد يوم أنت بحكم الشغل طبعا أنا أتابع ما يقولونه دائما أكون لحظة بلحظة أفهم يعني هؤلاء يتغير حدثهم حتى بينهم يعني يخرج سلاسة مسؤولين رئيس الوزراء رئيس الأركان وزير الدفاع تستطيع أن بسهولة أن تكتشف أن بينهم عدم اتفاق حتى في الأهداف المفترض أنها أهداف كبرى طبعا يظل هدف القضاء على حماس هدفا رئيسيا ولكن حتى هذا الهدف هم يختلفون في تفاصيله وتتضحرك الكرة دائما مع الصمود الفلسطيني يعني في البداية سنقضي على حماس وسنقضي على كل من ينتمي إلى حماس وسنقضي على كل من يدعم حماس ومن يتعاطف مع حماس ثم نحن سنفكك البنية العسكرية لحماس وبعض قدر حماس ثم علينا أن نجعل حماس غير قادرة على تهديد ما يسمونه الوجود الإسرائيلي وبالتالي هم أيضا لا يستطيعون أن يحددوا هدفا واحدا الصدمة كبيرة الصدمة التي لقيها الاحتلال الصهيوني كبيرة